وصول أمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة وعلى رأس وفد من حركة الجهاد الإسلامي رفيع المستوى للقاء رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل في العاصمة المصرية القاهرة زي ما قال الشيخ الأوسطى هم مشاورات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة أحادية وتقتصر على الجهاد وحماس مصادر مصر أبلغت إسرائيل تحذيرات واضحة بشأن خطورة الموقف يبقى أهو اللقاء موجود سيادة دي يعني الصورة أرشفية لكن طبعا كان فيه زيارة للوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى الأراضي الفلسطينية بصحبة رئيس المخابرات الأردنية وتحركات مصرية يعني بعضها معلن والكثير منها غير معلن في إطار توحيد الجهود العربية وتوحيد الصف الفلسطيني وتهدئة الأجواء لكي يعيش المواطن الفلسطيني حياة أدمية ثم تنطلق مسيرة المفاوضات بأي شكل من الأشكال ليخرج من رحم الأزمة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية كل هذا الهدف الأساسي لن يحصل لن يحدث لن يتحقق إلا إذا كانت هناك كتلة فلسطينية موحدة فيه كيان فلسطيني موحد تقول لي بقى سلطة تقول لي فتحة تقول لي حماس تقول لي الجهاد بصرف النظر هي فلسطين في الآخر وخلي كل جهة من هذه الجهات يعني مش عايز أتكلم كلام يزعل لكن عايز أقول إنه الجهاد وحماس ويمين ومين خلوا الولاء والانتماء والصوت رجع صدى لصوت الأرض لصوت العرض لصوت ملح الأرض الناس اللي موجودين في الأرض الفلسطينية يعني حلو جدا أن يكون عندك تواصل وتفاهم وربما تحالف مع قوة إقليمية لكن أبدا لا يجب أن تكون على حساب ملح الأرض داخل الأرض الفلسطينية عموما النهاردة ومبارح أعتقد كان زيادة النخالة ومجموعة قيادات حركة الجهاد الإسلامي اللي موجودين في قطاع غزة في فلسطين موجودين في مصر مع رئيس المخابرات المصرية وكل الأمل وكل العشم أن هما الفلسطينيين يصلوا إلى ما يمكن أن نطلق عليه توحد الجسد الفلسطيني أو لحمة الجسد الفلسطيني مرة أخرى